مرحبا يا رفاق أنا يوسف في السابعة عشر من عمري أعيش مع والداي وأختي سما التي تبلغ السابعة من عمريها بدأت قصتي بأحد الأيام حين كنت جالسا في غرفتي أتصفح هاتفي دخلت أمي الغرفة وقالت يوسف سنذهب أنا ووالدك وأختك إلى جدتك اليوم هل ستأتي معنا أم ستجلس هنا؟ لقد ذهبنا إليها الأسبوع الماضي هل هي بخير؟ لا أعتقد ذلك اتصل بها والدك منذ قليل وكان يبدو عليها التعب الشديد سنذهب لنطمئن عليها ونأتي أتمنى أن تكون بخير أتمنى ذلك أيضا والآن أخبرني هل ستأتي معنا أم ستبقى في المنزل؟ سأبقى هنا في المنزل ولكن سأتواصل معكم عبر الهاتف لأطمئن عليها حسنا يا عزيزي ستجد الطعام في المطبخ حسنا يا أمي سأذهب الآن لأبدل ملابسي أومأت لها وغادرت أمي الغرفة وظللت أتصفح هاتفي وبعد دقائق خرجت من الغرفة وجدت أبي جالسا ينتظر أمي تنتهي من ارتداء ملابسها انتبه جيدا على نفسك يا بني وإن حدث شيء اتصل بي بالتأكيد يا أبي لا تقلق حين تصل إلى منزل جدتي اتصل بي لأطمئن عليكم حسنا هل ستأتون اليوم أم ستقيمون لديها عدة أيام؟ لا سنأتي اليوم ولكن متأخرا لأنك تعلم أن جدتك تسكن في مدينة أخرى سيكون الطريق طويلا بعض الشيء أجل بالفعل خرجت أمي من الغرفة وقالت ها أنا قد انتهيت هيا بنا إلى لقائي يا بني أغلق المنزل جيدا حسنا يا أمي إلى اللقاء ذهب والداي وأغلقت باب المنزل جيدا وعدت إلى غرفتي مرت ساعتان وكان كل شيء على ما يرام حتى حدث الشيء جعل حياتي تنقلب رأسا على عقب عندما كنت جالسا في غرفتي سمعت صوت ترق باب المنزل تعجبت من الذي سيأتي في هذا الوقت؟ ذهبت لباب المنزل وحين فتحته تعجبت حين وجدت والداي وأختي مرحبا يا عزيزي كيف حالك؟ هل جدتي بخير؟ أجل إنها بخير لا تقلق لقد عدت مبكرا على غير المتوقع أجل لقد قررنا أن نعود مبكرا لكي لا تكون في المنزل بمفردك هذا جيد هيا سأعد لكم العشاء أومأت لها ولكني كنت أشعر بشيء مريب فمنزل جدتي بمدينة أخرى والمسافة كبيرة ذهبت إلى غرفتي وأنا أحاول تجاهل ما حدث وأثناء ما كنت جالسا في غرفتي وجدت رسالة من أبي يقول فيها كيف حالك يا يوسف؟ أريد أن أخبرك أننا سنقيم اليوم عند جدتك لأن السيارة قد تعطلت ولن نستطيع أن نأتي اليوم صدمت مما قرأته واتصلت بأبي أبي أين أنت؟ نحن عند جدتك يا بني ألم تقرأ الرسالة التي أرسلتها لك؟ لقد قرأتها ولكن كيف ذلك؟ لقد عدتم منذ دقائق عدنا؟ كيف ذلك؟ أنا لا أفهم شيئا هل جدتي بجوارك؟ أجل ها هي ثم سمعت صوت جدتي وهي تقول يوسف كيف حالك يا عزيزي؟ بخير يا جدتي حمدا لله وفجأة انقطع الاتصال حاولت الاتصال مجددا بأبي ولكني وجدت هاتفه مغلقا شعرت بجسدي يرتجف خوفا مما يحدث فوالدي ما زال عند جدتي إذن من هؤلاء الذين بالخارج؟ وفجأة فتح باب الغرفة ودخلت أمي وبمجرد أن رأيتها ارتجف جسدي هل أنت بخير يا يوسف؟ أجل بخير ماذا هناك؟ هيا لتتناول العشاء لا أريد شكرا لك نظرت لي بحدة وقالت بصوت مخيف هيا لتتناول العشاء لن أكرر كلامي مجددا حسنا خرجت أمي من الغرفة وخرجت خلفها وأنا أحاول تهدئة نفسي جلست معهم على الطاولة وبدأوا في تناول الطعام وكنت أنظر إليهم بخوف ما بك يا يوسف لما لا تأكل؟ بل أكل لا تقلق أو مألي؟ ثم لاحظت أن سمى تأكل السمك فسألتها هل تحبين السمك؟ أجل للغاية إنها وجبة المفضلة صدمت من حديثها فالسمى من المستحيل أن تتذوق السمك بالتأكيد هناك شيء خاطئ استقمت من على الطاولة فنظروا لي؟ لماذا لم تنهي طعامك؟ قد امتلأت معيدتي ولا أستطيع تناول المزيد حسنا ذهبت إلى غرفتي سريعا وأغلقت الباب بإحكام وجسدي يرتجف خوفا فهؤلاء ليسوا عائلتي ولكن من هم؟ ولماذا أتوا؟ أنا لن أستطيع البقاء هنا خرجت من الغرفة متجها لباب المنزل وفجأة سمعت صوت أبي وهو يقول إلى أين أنت ذاهب يا يوسف في هذا الوقت؟ سأذهب إلى صديقي لأجل سماه قليلا حسنا ولكن لا تتأخر أومأت له وخرجت من المنزل سريعا بدأت أركض حتى وصلت إلى منزل ماز صديقي فمنزله قريب من منزلي طرقت بابه وحين فتح لي دخلت سريعا وجسدي يرتجف يوسف ماذا بك هل أنت بخير؟ لماذا ترتجف هكذا؟ لن تصدق ما يحدث يا مازن حقا هذا جنون ما الذي حدث أخبرني؟ لقد ذهب والدي عند جدة اليوم وبعد ساعتين عادوا إلى المنزل وما الغريب في هذا؟ الغريب أن بعض عودتهم وجدت رسالة من أبي يخبروني فيها أنهم سيقيمون عند جدة اليوم وحين اتصلت تأكدت أنه عند جدتي وتحدثت مع جدتي عبر الهاتف ضحك ماز وقال هل أنت كف عن هذا المزاح يا يوسف؟ أنا لا أمزح صدقني من في المنزل ليس عائلتي ولا أعلم من هؤلاء أنا لا أصدق هذا إنها الحقيقة صدقني أنا لا أكذب عليك حسنا أنا لدي فكرة جيدة ومن خلالها سنتأكد هل هم عائلتك أم لا أخبرني ما هي؟ هل أخبرتهم أنك قادم عندي؟ أجل أخبرتهم أنني ذاهب إلى صديقي هل أخبرتهم باسمي؟ لا لم أذكر اسمك لقد أخبرتهم أنني ذاهب إلى صديقي فقط هذا جيد إذن سنذهب معا إلى منزلك وإذا علموا اسمي سيكونهم هؤلاء عائلتك الحقيقية أما إن لم يعلموا اسمي فلن يكونوا عائلتك هل ما زلت لا تصدقني يا مازل؟ في الحقيقة ما أخبرتني به شيء غريب ولم أسمع أو أرى شيء مثل هذا من قبل سنفعل ذلك لنتأكد ليس إلا حسنا هيا بنا وسأثبت لك أنهم ليسوا عائلتي حسنا هيا وبالفعل خرجنا من منزل مازل متجهين إلى منزلي وحين وصلنا إلى المنزل نظرت إلى مازم بخوف فقال لي هيا أو مأت له وحين دخلنا المنزل نظرت لنا أمي وقالت تفضل يا مازم كيف حالك يا عزيزي؟ نظرت إلى مازم بالصدمة وأنا لا أستطيع استيعاب ما حدث كيف علمت اسمه؟ وأنا متأكد أن هذه السيدة ليست أمي بخير ولكن يبدو أن يوسف ليس بخير تعجبت من حديث مازم وهمست له ماذا تفعل يا مازم؟ انتظر يا يوسف يجب أن تعلم والدتك أنك لست بخير ماذا هناك يا مازم؟ ماذا حدث لي يوسف؟ أخبرني لقد أتى لمنزلي وظل يتحدث معي وأخبرني بأشياء غريبة لم أستطع تصديقها أشياء غريبة مثل ماذا؟ لا يوجد شيء يا أمي هيا يا مازم تعال معي انتظر يا يوسف هيا أكمل كلامك يا مازم بدأ مازم يخبرها بما حدث وحين أنهى حديثه قالت أمي معك حق يبدو أن يوسف مرهق قليلاً ولكن لا بأس سيصبح بخير أليس كذلك يا يوسف؟ أجل بالطبع هيا يا مازم تعال معي أخذت مازاً ودخلنا إلى غرفتي وقلت له بغضب هل جننت؟ لما فعلت هذا؟ يبدو أنك أنت من جننت يا يوسف إنهم عائلتك لما تقول هذا؟ صدقني قطعني قائلاً توقف لقد اكتفيت يبدو أنك تريد أن تستريح قليلاً سأذهب الآن وغداً سأتي لأطمئن عليك أرجوك لا تذهب لا أريد البقاء في المنزل بمفردي يوسف توقف عن هذا الهراء كل شيء طبيعي منذ أن أتيت ولم ألاحظ أي شيء مريب لم أتحدث لأنني تأكدت أنه لن يصدقني سأذهب الآن هل تريد شيئاً؟ لا شكراً لك خرجنا من غرفتي وحين وصلنا لباب المنزل قال لي إلى اللقاء إلى اللقاء خرج مازن وأغلقت الباب خلفه وبمجرد ما التفت خلفي صرخت بخوف حين رأيت والداي وسما قد تحولوا لجن وأصبحت هيئتهم مخيفة من أنتم؟ وماذا تريدون؟ بدأوا يقتربون مني أنا والدتك ألم تشتاق إليا يا عزيزي؟ أنت لست أميه ابتعدوا عني بدأت أركض حتى دخلت إحدى الغرف وأغلقت الباب خلفي بإحكام ثم فجأة سمعت صوت ضحكات مخيفة خلفي وحين التفت وجدت ذلك الجن على هيئة أبي صرخت وبدأت أحاول فتح الباب لأخرج لا تحاول لن تستطيع الهرب منا بعد الآن وفجأة فتح باب الغرفة ثم سمعت صوت جرس باب المنزل اقترب ذلك الجن مني وقال اذهب وافتح الباب وجعله يدخل وإن ظهر عليك أي خوف أو جعلته يرحل ستندأ قلت بخوف من هو؟ مازن صديقك أومأت له واتجهت نحو باب المنزل وحين فتحت الباب وجدت مازن يقول لي لقد نسيت هاتفي هنا مهلا هل أنت بخير؟ قلت بخوف أجل بخير ماذا بك يا يوسف؟ لم أتحدث فدخل مازن المنزل وفجأة أغلق باب المنزل بشدة ثم انطفأت الأضواء فجأة وامتلأ المنزل بأصوات مخيفة وبدأت الأضواء تعود وتختفي سريعا قال مازن بخوف ماذا هناك يا يوسف؟ حاولت فتح باب المنزل ولكن لم أستطع ثم سمعنا صوتا مخيفا يقول لقد حذرك يوسف ولكنك لم تصدقه من أنت أرجوك أتركنا نحن لم نفعل شيئا وفجأة ظهر أمامنا بوجه مخيف بدأنا نصرخ ونركض بخوف مازن هيا تعال من هنا صعدنا للطابق العلوي وهمثت إلى مازن هيا لندخل هذه الغرفة دخلنا الغرفة وأغلقت الباب خلفي بإحكام ما الذي يحدث أشعر بالخوف الشديد وأنا أيضا لقد أخبرتك ولكن لم تصدقني هذا ليس الوقت المناسب لهذا الحديث يا يوسف يجب علينا أن نجد طريقة للخروج من هنا أجل وفجأة سمعنا صوت ضحكات مخيفة التفتنا سريعا ونحن نبحث عن مصدر الصوت لكن الغرفة كانت خالية أشعر بالخوف الشديد ماذا سنفعل هيا بنا لنختبئ أسفل السرير وبالفعل اختبئنا أسفل السرير وحل الهدوء وبعد لحظات قال مازن يوسف أهل مست قدمي الآن لا وفجأة شعرت بيد تلمس قدمي وتخرجني من أسفل السرير بدأت أصرخ بخص وفجأة وجدتهم أمامي أرجوكم نحن لم نفعل شيئا أتركونا نرحل من هنا بسلام هل مللت من عائلتك التي تحبك يا بني؟ أنتم لستم عائلتي ولا أعلم من أنتم اتركوني نظروا لي بغضب وبدأوا يلتفون حولي وفجأة وجدت مازن يمسك بيدي وقال أركض يا يوسف هيا وبالفعل بدأنا نركض وخرجنا من الغرفة إلى أين سنذهب؟ إنهم خلفنا ولن يتركون وشأننا لا أعلم ولكن لنذهب لناحية النافذة ونحاول الخروج منها حسنا وبالفعل اتجهنا ناحية النافذة ولكن وجدناها مغلقة إنها مغلقة لا يوجد مفر يا مازن فلنذهب إلى باب المنزل ربما نستطيع فتحه سنجده مغلقا مثل النافذة أعتذر يا صديقي ما يحدث لك الآن بسببي هذا ليس بسببك هيا ربما نستطيع فتحه أمسك يدي بقوة وركضنا ناحية باب المنزل حاولت فتحه ولكنه كان مغلقا بإحكام أخبرتك أنه مغلق لن نستطيع الخروج من هنا وقبل أن يتحدث مازن ظهروا أمامنا مجددا وبدأوا يضحكون تلك الضحكات المخيفة بالضبط لن تستطيع الخروج من هنا و فجأة سمعنا صوت جرس باب المنزل وصدمنا حين اختفى ماذا حدث أنا لا أفهم شيئا وأنا أيضا فتحت باب المنزل وصدمت حين رأيت والداي وأختي هل كنت نائما أماذا يا يوسف لقد انتظرنا كثيرا أمام باب المنزل تراجعت للخلف خوفا ألا يكون عائلتي من أنتم؟ هل أنت بخير يا بني نحن والداك؟ منحبا يا مازن كيف حالك؟ نظر لهم مازن وبدأ يصرخ ثم خرج من المنزل هل صديقك بخير؟ ما الدليل على أنكما والداي؟ ضحك أبي وقال يبدو أنك لم تنم ليلة أمس جيدا هيا اذهب واخلد للنوم يبدو عليك الإرهاق الشديد ونحن أيضا سنخلد للنوم فقد ظللت طوال الليل أصلح السيارة حتى نستطيع أن نأتي كيف تعطلت السيارة وماذا حدث أنا لا أفهم شيئا؟ أنا حقا لا أعلم تفاجأت أنها تعطلت هكذا دون سبب ولكني استطعت إصلاحها وها قد عدم والحمد لله أجل حمد لله كما قد رحلوا أيضا من الذي رحل؟ قلت بتوتر لا شيء سأذهب لغرفتي لأستريح قليلا حسنا يا بني ذهبت إلى غرفتي وأنا لا أستطيع فهم شيء هل هكذا غادروا للأبد؟ ولن يعودوا مجددا أما الذي حدر حاولت النوم وبعد دقائق شعرت بأحد يبعد الغطاء عني ثم شعرت بشيء يلمس قدمي شعرت بالخوف وأضأت الضوء سريعا ثم صرخت بفزع حين وجدتهم أمامي اقترب الجن مني وقال بصوت مخيف إنها البداية فقط وفجأة فتح باب الغرفة ودخلت أمي وقالت يوسف هل أنت بخير يا بني لما كنت تصرخ هكذا؟ عانقت أمي وأنا أنظر في أرجاء الغرفة بخوف ولكنهم كانوا قد اختفوا مجددا يوسف هل تسمعني؟ ماذا حدث لك لما كنت تصرخ؟ أنا بخير يا أمي لقد كان كابوسا لا تقلق يا بني أنا هنا هيا حاول أن تخلد للنوم مجددا حسنا هل تريدني أن أبقى بجانبك حتى تخلد للنوم؟ لا بأس سأكون بخير حسنا تصبح على خير يا يوسف وأنت من أهل الخير يا أمي خرجت أمي من الغرفة وبدأت أنظر في أنحائها مجددا ولكن لم أجد شيئا لا بأس ربما كان مجرد كابوسا حاولت تهدئة نفسي حتى استطعت الخلود للنوم مرت الأيام وأصبحت أشعر بهم دائما في كل مكان بالمنزل وبيوم حين كنا نتناول الطعام قلت لوالدي هل يمكنني أن أسألكم عن شيء ما؟ بالتأكيد يا بني ماذا هناك؟ أهل تشعرون بشيء غريب في المنزل؟ لا ولكن شيء غريب مثل ماذا؟ وقبل أن أتحدث سمعت صوت همس مخيف في أذني يقول إن تحدثت بشيء ستندم أنت وعائلتك إلى الأبد لا يوجد شيء استقمت من على الطاولة فقالت أمي لماذا لم تنهي طعامك؟ لقد امتلأت معيدتي سأذهب لغرفتي حسنا ذهبت إلى غرفتي وأنا أشعر بالخوف الشديد فأنا أشعر أنهم بالمنزل ولكن لا أعلم ماذا أفعل أخبروني يا أصدقائي في التعليقات هل أخبر والدي بالحقيقة ونرحل من هذا المنزل؟ أم ماذا أفعل بالضبط؟